انا قدرت امبارح اقابل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الامريكي وهو مهندس هذه الاتفاقية عملت معاه لقاء يعتبر في المعايير الامريكية مطول هذا اللقاء ان شاء الله حيتزع بكرة على برنامج الحكاية فغدا جاريد كوشنر مستشار الرئيس الامريكي ومهندس هذه الاتفاقية يتحدث عن كل شيء يتحدث عن التفاصيل الفكرة ايه ان احنا بنحاول نفهم الناس دي عايزة تقول ايه وزي ما احنا تعودنا في الحكاية حضراتكم انا بحب اجيب لكم الحكاية من اصلها فاصلها فين عند كوشنر كان عندي لقاء في البيت الابيض مبارح وقابلت كوشنر اداني وقت وشرح ماذا تريد امريكا الكثير من الاسئلة حتفهموها بكرة لانه اللي حصل ايه انه كان فيه مؤتمر صحفي اللي عمله الرئيس ترامب وكان بيتكلم على الخطوط العريضة الاسئلة اللي في دماغ كل الناس طب الامور دي حتتنفذ ازاي السؤال الاهم هذا الامر اذا لم يتم تنفيذه ايه اللي حيحصل مين اللي حيبقى مشارك في هذا الامر ايه الوضع بالنسبة لو اسرائيل عملت ضم لوادي او غور الاردن ايه الوضع كل هذه الاسئلة سألتها لكوشنر غدا في الحكاية لقاء من واشنطن مع جارد كوشنر بيتكلم فيه في هذا الامر اشتركوا في القناة